السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل ملحق جامل صف الاول اعدادي الترمي الثاني نعمل دراسة عشرية وعشرين ان شاء الله لمتحنة الثانية للأزهر صفحة 138 سؤال المحادثة مديني 4 كلمات تستخدمهم شور يعني متأكد أو بالتأكيد ضد وفعل مساعد بمعنى فعلة في الماضي هاف برضو فعل مساعد بمعنى يملك أو يتناول وي دو برضو بمعنى يفعل بس في المضارح هل انت بتحب الموسيكة الكلاسيكية دينا هتقول هتبقى يس اي هتبقى يس اي هنا سؤال بدو يبقى يس اي دو يبقى نمبر وان دو انها المفضلة لدي وين قد يو لازت جو توزا كونسيرت لازت بتدل على الماضي يبقى نمبر ودد يبقى اخر مرة رحت فيها الحفلة الموسيكية امتى قدت لها السنة اللي فاتت انها كانت رائعة بعد كده النقاط هكذا 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 هنا الأسبوع الماضي أو نهاتها الأسبوع الماضي وعايز بس هنا الإجابة بس تكون في زمن الماضي عشان هنا أي مكان عايز عادي يبقى هنا I والجواة خليه في تصريف الثاني بقى I went بحط To وأي مكان يعجبني عادي فأنا هكتب مثلا I went To To Zazu أنا رحت لحضركة الحيوية هنا عايز تكوين سؤال My shoes are made of leather الحزاء بتاعي مصنوع من الليزر يبقى مصنوع من إيه الحزاء بتاعك يبقى What What Are Your Shoes Made Off مصنوع من إيه الحزاء الخاص بك بعد كده أنا اصل بالنسبة لي العمود الأول والثاني يوا بي محمد صلاح is a footballer رغم كلهم الأول Did you go زا تحية مصر بريج Why don't we بي هنا alone means هنا Not with other people هي ديت alone means اللي هي يعني كلمة بمفرادة معناها إيه ومش مع حد تاني يبقى number 5 هتبقى ب number A عشان نضمنها Go كايا كينغ خلاص ديت اكتراه يبقى Why don't we number 4 بي number 4 هتبقى بي بعد كده Don't know I am not very طويل طويل ما أقشل كلمة بدا عني يبقى طويل طويل لأنسباتيات goes over نهر زا Nail in Cairo وهنا عندي shopping at the weekend we who scores a lot of goals دي محمد صلاح يبقى دي number 1 يبقى number 1 بال F number 1 هتبقى بال F do you go shopping عشان يبقى بعدها في الباخر ING يبقى number 2 B E 2 هتبقى E يبقى كده نصلنا واحدة بس هكده زا تحية مصري Bridge يبقى بتاعة نهر النيل يبقى number 2 number 3 هتبقى بعد كده الباسج what does underland Brunoone hair refer to هي hair بتدل على she بس احنا عا نشوفها ونجي من أول السطر هذه هي موجودة نجي من أول السطر خالص I had a fantastic weekend it was my friend Dalia's birthday and the hair family took us يبقى كده على Dalia تم كده أص hair family عائلتها يبقى تشير إلى من Dalia السؤال الثاني why do you think the writer didn't go on a big wheel من وجهة نظرك الشخصية ليه الكاتب مراحش ركب العجلة الدورة في الملاي I had a fantastic weekend and I did alternate الإسباب رائع it was my friend Dalia's birthday كان حفلة عيد ميلاد Dalia and her family took us to some exciting places وعليت أخذتنا لمناطق شيقة in the morning في الصباح we went to the fun fair رحنا الملاهي I didn't go to go on the big wheel ما ركبتش عجلة الدورة but I enjoyed my time بس أنا استمتعت بالوقت هنا in the afternoon بعد الظهر we visited a museum رحنا المتحف we saw some very old statues شوفنا تماثيل قديمة كتير I remembered all the things that our teacher taught in history انا افتقرت بقى انا مشوفت التماثيل اللي قاله لنا المدرس في التاريح in the evening في المساء I ate at Dalia's house كالت في تناولة الطعام في منزل Dalia and I came home very late وارجعت البيت متاخر جدا طيب هي هنا مش محدد هي الكاتب اللي هو البنت اللي رحت لها حولات عيد ميلادها ديات او الولاد الله اعلم يعني فالمهم مش كاتب له مرة مركبتش العجلة الدورة انا هكتب من عند مثلا انها خايفة من العجلة هي بابي كوز she was afraid لانها كانت خايفة بعد كده سألت التصحيح she remembered all the things that hair teacher taught in هي كده بنت هي علمها في مادة التاريخ لما شافت التماثيل السؤال الخامس the writer didn't come home مجاش البيت ايه ورحت البيت متأخرة يبقى مجاش مبكرة يبقى عكس كلمة 3 ايه early لان هنا قال didn't بعد كده السؤال الخامس they so old nicoat at the museum هم شافوا ايه قديم يبقى status اللي تماثيل اللي جاء برقم سين هكده سألت الاختيارات unicot play games انزر ودي بقى انت منفعش تلعب العاب او مباريات في الشارع يبقى مصنت او في الطرهي اللي جاء برقم سين السؤال الثاني my grand mother is 65 ويقول نقاط what she says يبقى respect جدتنا عندها 65 سنة ونحترم كل ما تقول يجب رقم ايه بعد كده السؤال الثالث it was great as a nicoat my team one two zero يبقى كده هما كروا في الستاد يبقى stadium اللي جاء برقم دي كان يوم عظيم الفريق بتاعنا كسب 2 صفر بعد كده السؤال الرابع when you put a stone in a water in يبقى sink لما انت او sink لما انت ترمي صخرة او حجرة في المياه هي b تغرأ يبقى sink السؤال الرقم b بعد كده السؤال الخامس the teacher was angry because all the students were very المدرس كان غطبان لان الطلاب كلهم كانوا ايه نويزين دوضائيين ومزعجين اللي جاء برقم b بعد كده السؤال السادس we all looked at nicoat in the school photo احنا دائما بنبص على ايه في صورة المدرسة we بتاخد ourselves يبقى اللي جاء برقم c بعد كده السؤال السابع there weren't many people at the match نقاط 0 هنا weren't منفية فخليها where where مثبتها يبقى لجاء برقم b عشان دي سؤال مزعيل بعد كده السؤال السامن there weren't any tvs يبقى كده كان فيه كترات موجودة في سنة 1900 يبقى كده دي جاء برقم برقم b ال core بتبقى تقيلة جدا في ايه في اصالة البولنج يبقى بولنج ali اللي جاء برقم i بعد كده السؤال العاشر when i necord tired i usually go to bed عادة بذهب الى النوم لما منكون تبعان اتعب لما منكون تبعان اتعب لما منكون تبعان اتعب we go to bed we go to bed ونجد الفعل اخره يبقى سؤال السؤال مزعيل ونجد السؤال الثاني what's your code made of ما سنوء من المعطف يبقى ميد السؤال الثالث if water is one hundred cilisius is et police عشان دي مضارع بسيط بيجي هنا في الحالة اللية الصفرية بيجي بعدها مضارع بسيط ونجد الثاني برده اطاق مضارع بسيط مجرد بسيط مع ال T وحط الفعل S يبقى Boils السؤال الرابع I like the book although it's funny أنا هبقى أعجبني الكتاب لأنه مضحق يبقى Because بعد كده السؤال الأخير The whale is big لا The biggest عشان لأنه ذا يبقى تصير التفضيل Biggest اللي هي الأكبر Biggest C animal شكرا